بعد أن حول فيروس كورونا مطارات العالم إلى مواقف للطائرات يترقب الكثيرون عودة حركة الطيران والسياحة بعد انتهاء هذا الوباء وباء فيروس كورونا لكن الأكيد أن الصفر بعد كورونا يختلف تماما عن الصفر قبل كورونا بحسب تقرير لمعهد سيمبلي فلاين الذي كشف فيه عن إجراءات شركات الطيران في المرحلة المقبلة تعالوا نتخيل معا رحلة ما بعد الكورونا منذ لحظة الحجز وحتى الوصول إلى الوجهة في البداية ومع الحجز الإلكتروني لبطاقات الصفر سيكون عليك تحميل ما يسمى بجواز الصفر المناعي وهو نتيجة اختبار تؤكد أنك تحمل أجساب المناعية لكوفيد 19 لا بد في المرحلة الثانية أن تتواجد في المطار قبل أربح ساعات على الأقل من موعد الرحلة كما ستخضع لفحص أولي صحي على باب المطار ومن ثم إظهار نتيجة الاختبار المناعي والمرور عبر نفق تعقيم للدخول إلى منطقة المغادرة الأمتعة كذلك ستوضع في أكياس مخصصة تتم عاملية تعقيمها بألشعة فوق البنفسجية في ممر مخصص لذلك وخلال حجز مقاعد الطائرة ستتم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بتأكيد وتسليم الكيمامات والقفازات لارتدائها طوال الرحلة بالانتقال إلى منطقة الصعود الآن منطقة صعود الطائرة ومع التباعد الاجتماعي بين الركب لن تتمكن من ركوب الطائرة إلا بعد رسالة تتلقها على الهاتف المحمول هنا يمكن التقدم نحو الجسر الذي ينقلك إلى الطائرة وهي المرحلة التي تمثل المنطقة المثالية للتعقيم حيث سيتم التأكد من تعقيم كل راكب بشكل كامل بعد الجلوس على المقعد الآن سيتم تطهير الطائرة مرة أخرى مع توفير المطهر اليدوي لركاب كل ثلاثين دقيقة كما سيكون على بطن الطائرة ماسحة ضوئية حرارية ترصد أي تطور في درجة حرارة أي راكب الآن وصلت إلى الوجهة ستكون المغادرة مغادرة الطائرة تباعا حتى لا يتكدس الركاب وصولا إلى الضباط في المطار الذين سيراجعون الأوراق وجواز السفر من خلف حاجز وعلى رأس كل هذا يراجعون جواز السفر الصحي الذي يبدو أن الجميع سيكون بحاجة إليه في الأيام القليلة القادمة